موسيقى بسم الله الرحمن الرحيم اعزائي طلبة الطالبات الصف الثاني الاعدادي ان شاء الله انها قدم عدنا مع اول درس من دروس مادة الحاسب الالي وهو مواقع الويب هناخد ان شاء الله انها قدم مفاهيم واساسيات مواقع الويب هنبدأ ان شاء الله انها قدم مع بعض كده الاسئلة بتاعتنا سؤال اختر الاجابة الصحيحة رقم واحد صفحات الويب نقطة تعرض معلومات لمشاهدتها فقط احنا شباب زي ما اتفقنا كده عندنا حاجة اسمها صفحات الويب الصفحات اللي تبقى على النت الصفحات دي احنا بنقسمها لنوعين صفحات الويب تفاعلية وصفحات الويب ثابتة الصفحات الويب التفاعلية من اسمها كده يمكن نتفاعل معها ممكن لان اقدر اعمليه اتفاعل مع الصفحة دي اتو اقدر اعدل في المحتوى اللي موجود جواه طيب اما صفحات الويب الثبتة فهي تعرض معلومات لمشاهدتها فقط سيبقى الاختيار عندنا هيكون صفحات الويب الثبت رقم اثنين هو عبارة عن تعريف عبارة عن صفحة ويب الويب بيج او اكثر متبطين معا تحت اسم معين يترى ده تعريف ايه موقع الويب ولا صفحات الويب التفاعلية ولا الصفحة الرئيسية ولا صفحات الويب الثبت اتفقنا كده شباب اللي انا عندي حاجة اسمها كمان موقع الويب الموقع اللي هو على النت زي موقع Feees موقع يوتيوب كل الموقع دي للموقع ديه شباب هي عبارة عن ايه عبارة عن صفحات جواها جوا الموقع عبارة عن ايه عبارة عن صفحات سفحة ويب او اكتب مطبطين معا وهي اهم اسم معين و هو اسم الموقع بتاعنا يبدأ تعريف موقع الويب يكون عنوان على الوقت ينسميه ايه بالانجليش يعني ايه موقع الويب هل هو ويب بيج وويب سايت وويب ادرس وويب لوج طبعا ويب ايه ادرس لانه عنوان فالعنوان اسمه ادرس رقم 4 من خصائص صفحة الويب الثبتة احنا اتفعنا ان في حاجة اسمها صفحات ويب ايه ثبتة طب صفحات الويب الثبتة تكتب بايه تكتب بلغة html ولا بلغة جوابسكريبت ولا بلغة php ولا كل ما سبق خلي بقلي ان صفحات الويب الثبتة تكتب بلغة html فقط طب ايه اللي بيكتب بلغة جوابسكريبت و php اللي هو هيكون الاجابة يعني كل ما سبق دي صفحات الويب التفاعل ايه رقم 6 او رقم 5 عفوا تستخدم تستخدم قواما لغة نقط في تصميم صفحات الويب الثبتة يطور قواما لغة ايه php ولا html ولا جوابسكريبت ولا لغة انجلش طبعا صفحات الويب الثبتة زي ما اتفقنا انها بتكتب بلغة ها زي ما اتفعنا من شوية قلنا تكتب بلغة ايه html فقط طيب المال ايه اللي بيكتب بجوابا و php دي صفحات الويب اللي ايه التفاعل ايه السؤال الثالث عناصر صفحة الويب يمكن ان تحتوي على نصوص صور لقطات فيديو اهتبطة شعوبي او كل ما سبق طبعا صفحات الويب تحتوي على ايه على بعض العناصر زي ايه ايه اللي انا بفتح ان انت بدأ ايه بتلاقي نصوص كلام مكتوب او تلاقي صور او تلاقي لقطات فيديو او تلاقي حاجة اسمها اهتبطة شعوبي اللي هو اللينك طبعا هتبقى الاجابة بتاعتنا كل ايه كل ما سبق طيب هي اول صفحة بموقع الويب من خلالها يتم الانتقال لباقي صفحات الموقع من اسمها الصفحة الاولية في الموقع بتاع هي اسمها ايه يا شباب اسمها الصفحة الرئيسية الصفحة الاولية هي الصفحة الرئيسية اللي من خلالها بيتم الانتقال لباقي الصفحات الايه الموقع رقم تمانية صفحات الويب نقات تتغير وتتأثر بما يجيه عليها المستخدم من عمليات احنا اتفقنا ان احنا عندنا نوعين من صفحات الويب صفحات ويب سبتة وصفحات ويب تفاعلية طب ايه هي اللي بتتغير وتتأثر فالسابقة هي تعرض معلومات لمشاهدتها فقط يبقى إنه تعريف صفحات الوب التفاعلية تتغير وتتأثر بما يُجري عليه المستخدم من عملية فقم 9 نقط يتم زيادته من خلال الكمبيوتر أو عن طريق الهاتف المحمول ما هو الممكن أن أخش عليه من خلال الكمبيوتر أو من خلال موبايل طبعا هيكون ده ايه الموقع الموقع بتاعي ممكن اخش عليه من خلالي اما الكمبيوتر او الهاتف المحمول او اي جهاز ايه ذاكي رقم 10 يوجد نوعان من صفحات الويب صفحات الويب الثابتة ها وقلنا ايه صفحات الويب التفاعلية ننتقل للسؤال الثاني صح او خطأ ده على من صح او خطأ رقم 1 صفحة الويب الثابتة تعرض محتوى يتيح للزائرين التفاعل معه ومعالجته صفحات الويب الثابتة تعرض محتوى يتيح للزائرين التفاعل معه السابتة بتتفاعل معها طبعا اللي جابعه تبقى خطأ لان ده تعريف الصفحات الويب التفاعلية اما صفحات الويب الثابتة بتعرض محتوى لمشاهدته فقط للقراءة فقط مقداش اعدل فيه ولا اتفاعل معه رقم 2 موقع الويب هو مستند به محتوى اليكتروني ينشر على شبكة الانترنت ويتم عرضه من خلال مستعرض الانترنت طبعا ده مش تعريف موقع الويب ده تعريف ايه يا شباب صفحة الويب يبقى طبعا ايه خطأ رقم 3 صفحة الويب التفاعلية هي اول صفحة بموقع الويب والتي من خلالها يسهل الانتقال لباقي الصفحات احسا ايمين من شوية يا شباب ان اول صفحة هي الصفحة الرئيسية ده مش صفحة الويب التفاعلية طبعا ايجابها تبقى غلط رقم 4 صفحة الويب تواصل معنا بموقع وزارة التربية والتعليم من امثلة الصفحات التفاعلية احنا شباب عندنا مثالين كده ليه صفحات الويب التفاعلية موجودين عندنا في المنهج اول مثال منهم اللي هو قدامنا ده صفحة تواصل معنا بموقع وزارة التربية والتعليم والمثال التاني اللي هو صفحة التعليم الالكتروني برضه بموقع وزارة التربية والتعليم يبقى طبعا ايجابة صحية رقم 5 صفحات الويب الثابتة صور وفيديوهات وصوت ونصوص ونضيف عليها كمان ارتبطة شعقي طبعا الايجابة صحيحة طيب هل ده من عناصر صفحات الويب الثابتة فقط لا والتفاعلية كمان كل صفحات الويب ببقى عليها كل كلام الى قدامنا سواء كانت صور أو فيديوهات أو صوت أو نصوص أو ارتباط ايه لشعوب رقم 6 اهو السؤال جاءنا الارتباطات التشعوبية ليست من مكونات صفحات الويب ها طبعا اللي جابه دي غلط ليه لان قد يسألين من شوية ان صفحات الويب بيبقى فيها كل الكلام اللي قدامنا اللي هي الصور والفيديوهات والصوت والنصوص وكمان فيها الارتباطات الشعوبية اللي جابه هنا رأيته بقى خاطئة رقم سبع صفحة التعليم الإلكتروني بموقع وزارات التربية والتعليم من أمثلة الصفحات السابقة لو تفتكت كده في السؤال الرابع أن صفحة الويب توصل معنا دي من صفحات الويب الإلكتروني طيب وقلنا كمان مثال تاني اللي هو صفحة التعليم الإلكتروني من صفحات الويب الإلكتروني من صفحات الويب الإلكتروني التفاعلية يبقى هنا غلط الإجابة دي ليه لأن هنا مش السابقة دي أمثلة الصفحات الإيه التفاعلية رقم تمانية هي أول صفحات الوب التفاعلية لا يمكن معالجة محتوىها من قبل الذائر فإنه لا تضيد علي Ley 작업 السؤال الثالثة ، أكتب الام رقم واحد هي اول صفحة بموقع الوب ومن خلالها يتم الانتقال لباقي صفحات الموقع هذا كان تعريف الصفحة الرئيسية هي اول صفحة بفتح فيها الموقع عليها في وجه رقم اثنين عبارة عن صفحة ويب او اكتر مرتبطين معا تحت اسم معين هذا تعريف موقع الويب رقم ثلاثة مستند به محتوى اليكتروني ينشع على شبكة الانترنت ويتم معاعده من خلال مستعرض الانترنت هذا تعريف صفحة الويب صفحة الويب هي عبارة عن مستند افتكالها انها مستند وهي صفحة المستند في محتوى اليكتروني ينشع على شبكة الانترنت بس تعريضه يعني بشوف المحتوى دوت من خلال حاجة اسمها مستعرض الانترنت اللي هي البرامج اللي بتفتح لي الانترنت زي مثلا برنامج جوجل كروم او انترنت اكس برور او الفايرفوكس كل البرامج ديت اللي بتفتح لي الانترنت اسمها مستعرض الانترنت رقم اربعة هي نوع من صفحات الويب التي تتغير وتتأثر بما يجيه عليها المستخدم من عمليات قلنا شباب تتعريف صفحات الويب ليه؟ التفاعلية طيب هي نوع من صفحات الويب برضو تعرض محتوى او معلومات لمشاهدتها فقط ها ده تعريف صفحات الويب ها الثابتة براف عليكم طيب وصلنا كده ليه سؤال اذكر اذكر عناصر صفحة الويب قلنا ان صفحة الويب او اي صفحة نترنت بيبقى فيها اي يا شباب ها فاتكونوا كده بيقى فيها صور فيها فيديوهات بيقى فيها ملفات صوت بيبقى فيها حاجة اسمها تباطات تشعبية طيب السؤال الثاني صفحات الويب التفاعلية التفاعلية تكتب بلغة ايه؟ بلغة اول حاجة HTML وهي سبتة في الاثنين في التفاعلية وفي السبتة طيب ايه تاني؟ ويكتب كمان بلغة جوفا سكريفت اللي بتخلي الصفحة تفاعلية هي لغة ايه؟ جوفا سكريفت وكمان لغة PHP تكتب كمان بلغة زي لغة PHP وصلنا كده شباب لسؤال المتفاعلين؟ السؤال بيقول اذكر مثالين بصفحات الويب التفاعلية وان شاء الله نشوفكم في داس جديد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة